وفي سياق متصل ومع اقتراب نهاية قمة المناخ الافريقية الأولى من المقرر توقيع إعلان نيروبي في العاصمة الكينية اليوم ومن المقرر أن يحدد الإعلان إطار عمل لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز تمويل حماية المناخ للدول الافريقية وقال مسؤولون إن افريقيا مسؤولة يحصائيا عن أقل من 4% من الاحتباس الحراري ولكنها تدفع التكلفة الأعلى هذا وحضر القمة التي استمرت ثلاثة أيام في نيروبي رؤساء دول الافريقية وممثلون للأمم المتحدة ومسؤولون من منظمات حكومية وغير حكومية والقطع الخاص